selamat menikmati محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من الشهر الثالث من عام أربعة وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا نلتقي في هذه الدروس على تفسير كتاب الله عز وجل في تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب عمدة الأحكام فضل تقرأ الآية التاسعة عشرة من سورة الحديد والذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم قال المصنف رحمه الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله والإيمان عند أهل السنة هو ما دل عليه الكتاب والسنة هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فيشمن ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطن فالذين جمعوا بين هذه الأمور هم الصديقون أي الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء وقوله والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم كما ورد في الحديث الصحيح إن في الجنة مئة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله وهذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم وقربهم إلى الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب الجحيم فالمتصدقون الذين كانوا جل عملهم الإحسان إلى الخلق وبذل النفع إليهم بغاية ما يمكنهم خصوصا بالنفع بالمال في سبيل الله والصديقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا وأصحاب الجحيم هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله وبقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطر وهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات إلا أنهم حصل منهم تقصير ببعض حقوق الله وحقوق عباده فهؤلاء مآلهم الجنة وإن حصل لهم عقوبة ببعض ما فعل أولا نشكر الله عز وجل على فضله أن من علينا بإقامة هذه الدروس العلمية في رحاب المسجد الحرام والشكر بعد شكر الله عز وجل لولاة أمرنا حفظهم الله ووفقهم ونصر بهم دينه على دعم وعناية ورعاية منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين وخدمة المعتمرين والزائرين والمصلين والطائفين والساعين والركع السجود جعله الله في موازين أعمالهم الصالحة ولكل من حضر هذه الدروس العلمية البشارة بالخير هذه مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكر الله عز وجل الحاضرين فيها في الملأ الأعلى عنده والشكر أيضا موصول لإخواننا المرتبين لمثل هذه الدروس العلمية في وكالة الرئاسة لشؤون التوجيهية والإرشادية وشؤون التدريس فلهم الشكر والتقدير وكذلك شكر لزملائنا في وكالة اللغات والترجمة على هذه الجهود المباركة في ترجمة هذه الدروس العلمية إلى اللغات الحية ومنها اللغات الإنجليزية واللغات الأردية وغيرها مما يستفيد منه المعتمرون والزائرون لأن هذا البلد الحرام وهذا المسجد الحرام جعله الله أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين فهداياته تسري للعالمين بفضل الله ومنه وهناك إخوة لنا أيضا ممن بذلوا وحضروا نظر الله وجوههم وشاهدوا واستمعوا فجزى الله الجميع خيرا ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصعب هذه الآية الآية التاسعة عشرة من سورة الحديد جاءت بعدما ذكر الله عز وجل أحوال المؤمنين وأحوال المنافقين بعدها ذكر هذه الآية الكريمة وقبلها ألم يأني للذين آمنوا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها لما ذكر الله عز وجل المصدقين والمصدقات ناسب أن يذكر المؤمنين وهم الصديقون وناسب أن يذكر فئات من الناس وهم المؤمنون والصديقون والشهداء وأيضا ذكر الكافرين والمكذبين للفت أنظار المكلفين والخلق والعباد إلى أهمية الإيمان أهمية العقيدة أهمية التوحيد لا حاجة للإنسان ولا فائدة منه ولا عزة ولا كرامة إلا بالإيمان بالله عز وجل ولهذا يكثر الله سبحانه في كتابه من النداء بالإيمان وأيضا بيان أثر الإيمان ومنزلته ومكانته وجزاء المؤمنين إذن لما ناسب لما ذكر في الآيات السابقة المنافقين ثم ذكر قبلهم المؤمنين ثم ذكر المصدقين والمصدقات ناسب أن يؤكد هنا في بيان فضل المؤمنين قال تعالى والذين الواو عاطفة عاطفة لماذا؟ لما قبلها إن المصدقين والمصدقات ثم قال والذين آمنوا بالله ورسله الذين آمنوا اتصفوا بصفة الإيمان والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ما دل عليه الكتاب والسنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم التصديق التصديق بأركان الإيمان الستة المعروفة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدري خيره وشره حال المؤمن أيها الإخوة أن يكون دائماً مع الله لا ينسى خالقه سبحانه فهو يحتاج أعني العبد يحتاج إلى أن يكون على صلة بالله وإيمان به وتصديق بموعوده مثل الإيمان بتوحيد الله في ربوبيته فلا رازق ولا خالق ولا محي ولا مميت إلا الله توحيد الله في ألوهيته فلا يعبد إلا الله ولا يتوجه إلا إلى الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وتوحيده بأسمائه وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وكذلك الصلوات الصلوات المفروضة تحقيق للإيمان بالله لأن الإيمان قول وعمل ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان القلب وعمل بالجوارح الذي لا يعمل بالطاعات ولا يقوم بالواجبات ولا ينتهي على المحرمات ليس بمحقق للإيمان صلاة الكسوف اليوم وقد شرعها الله عز وجل وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت آية شرعية وآية كونية ليتذكر المؤمنون إيمانهم بالله فلعلهم قد قصروا ولعلهم قد أخطأوا وأذنبوا فهي فرصة إلى أن يتصلوا بالله ويخلصوا دينهم لله ويعملوا بما يقربهم إلى الله ويكثروا من الصلاة والذكر والاستغفار والتوبة والدعى والصدقة حتى لا يغفل الإنسان عن الإيمان بالله عز وجل هؤلاء المؤمنون الذين طبقوا الإيمان قولا وعملا واعتقادا ما جزاؤهم قبلها قال آمنوا بالله الإيمان بالله تصديق به سبحانه على ضوء ما جاء في كتابه وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم وسلفوا هذه الأمة وهم خيارها آمنوا بالله هل يكفي الإيمان بالله له مقتضيات منها إذا أمنت بالله أن تؤمن برسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتحقق أركان الإيمان بل وأركان الإسلام وتقوم بأعمال الإسلام الظاهرة والباطنة وتتجنب المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطا قال ورسوله ما قال ورسوله ما قال ورسوله قال ورسوله دل على أن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بجميع رسول الله عليهم الصلاة والسلام كلهم من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا من أركان الإيمان شوف نحن لا نكون مؤمنين إن لم نؤمن بموسى ولا نكون مؤمنين إن لم نؤمن بعيسى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وفي آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وفي آل عمران قل آمننا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذا هو المؤمن هذا هو الإيمان الحق بينما غير المؤمنين لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا سبب كفرهم والعياب بالله فينبغي للمؤمن أن يؤمن بالله أن يصدق به أن يحقق توحيده بالقول والعمل واللسان والقلب والجوارح ويؤمن بجميع رسول الله وبما أنزل إليهم من كتب نؤمن مثلا بالتوراه التي أنزلت على موسى ونؤمن بالإنجيل الذي أنزل على عيسى قبل تحريفها طبعاً وأيضاً بالزبور الذي أنزل على إبراهيم الذي أنزل على داود وآتينا داودا زبورة وصح في إبراهيم وموسى وغيرها مما ذكر الله عز وجل في كتابه أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسوله يعني جميعاً وليس برسوله فقه والذي آمن بمحمد ولم يؤمن بموسى ولا عيسى فليس بمؤمن كما أن الذي آمن بموسى وعيسى ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليهم جميعاً وسلم تسليم ليس بمؤمن ما إعراب والذين آمنوا مبتدى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك أولئك خبر ولا مبتدأ ثاني مبتدأ ثاني وهناك مبتدأ ثالث وهو هم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم أذكر آية فيها ثلاث مبتدآت وخبر واحد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك مبتدأ ثاني هم مبتدأ ثالث الخبر الصديقون هم الصديقون والشهداء عند ربهم هم الصديقون الصديقون إذن هو الخبر المؤمنون بالله ورسله أولئك هم كلها مؤكدات لتعظيم الأمر وتعظيم أمر الإيمان بالله من هم هؤلاء المؤمنون هم الصديقون الصديقون ما معنى الصديقون الصديقون تأكيد ويسميها بعض أهل اللغة والبلاغة مبالغة التصديق المراد به الصدق الصدق في الإيمان بالله الصدق في توحيد الله عز وجل الصدق منزلة الصديقون في منزلة الرفيعة أفضل من سائل المؤمنين ولهذا الصديق رضي الله عنه أبو بكر بلغ درجة الصديقين لأن صدقه في توحيده وإيمانه أعلى وأكمل وأفضل من سائل الصحابة رضي الله عنهم وسائل الناس أولئك هم الصديقون يعني الصديقون بمنزلة أولئك هم الصديقون يعني عند ربهم بمنزلة الصديقين هذا أيضا جزاء وخبر الصديقون والشهداء يعني المشهورين بعلو الرتبة في الإيمان والصدق وجميع الأعمال الصالحة ورفعة المكانة والمنزلة والمحل وهم الذين سبقوا غيرهم إلى التصديق ولهذا قال المصنف رحمه الله أن هناك صنفا آخر في سورة فاطر يعني السابقون ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هؤلاء السابقون هم الصديقون جعلنا الله وإياكم ووالدين والحاضرين والمسلمين منهم بمنه وكرمه إذن هذه منزلة رفيع وعظيمة والشهداء ليسوا فقط صديقين بل وشهداء عند ربهم فهم صديقون وشهداء كيف يكونوا صديقين وشهداء في آن واحد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربه قال لأنهم شهدوا بالوحدانية لله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقيل لأنهم استشهدوا في سبيل الله عز وجل وكانت حياتهم كلها في سبيل الإيمان والجهاد في سبيل الله لأن الإيمان جهاد وليس فقط الجهاد جهاد العدو أو جهاد الكفار هناك الجهاد باللسان والجهاد بالبيان والجهاد بالعلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع إذن حتى لو قدر أن طالب العلم وهو في حضوره إلى الحلقة العلم أو خروجه منها مات فيرجع له الشهادة إن شاء الله وقيل إنهم شهداء لأنهم يشهدون يوم القيامة على الرسل بأن الرسل بلغوا الرسالة والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ البلاغ المبين قال إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فهذه شهادة إذن أعمل مجرد أنه يقتل في سبيل الله أو يقتل في المعركة أو أن الشهيد هو ما بين الصفين وقيل إنهم الأنبياء الذين يشهدون على أممهم يوم القيامة بمن آمن منهم فيدخل الجنة ومن لم يؤمن فيدخل النار والعياذ بالله إذن الكلام هنا على قمة البلاغة والإعجاز القرآني أولئك هم الصديقون والشهداء والشهداء تشبيه أيضا بليغ والصديق ولم يقل الصادق الصديق أيضا مبالغة في الصدق وكذلك استشهد في سبيل الله عز وجل قال الزجاج ولا يكون فيما أحفظ إلا من الثلاثي الصديق وقال مجاهد كل من آمن بالله ورسله فهو صديق وفي سورة النساء ومن يطع الله ورسوله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جمعنا الله بكم وبهم في دار كرامته وقال مقاتل هم الذين لم يشكوا في الرسل حين أخبروهم ولم يكذبوهم إذن الصديقون والشهداء بمعنى واحد فيكون الوقف عند قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء أو أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ولك أن تقف أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم إذن كل هذه أوجه سائغة في الوقف والابتداء على حسب المعاني إذن الشهداء تبين أنهم على مراتب والصديقون على مراتب والناس كلهم على مراتب مراتب الناس مراتب الناس عامة المؤمنون المصدقون الشهداء الصالحون الأنبياء قبل ذلك ثم قبلهم ذكر في هذه الآية المصدقين والمصدقات وفي آية فاطر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وفي النساء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذه مراتب الناس فيحرص المؤمن على أن يكون في أعلى المراتب وهي مرتبة المؤمنين ومرتبة الصديقين ومرتبة الشهداء فهذه كلها يجمعها الإيمان بالله تبارك وتعالى أما الشهداء فهي على ثلاثة معاني الشهيد هو الذي يقتل في المعركة شهيد المعركة في الجهاد في الغزو في سبيل الله يقتل بين الصفين وهؤلاء أعظم درجات الشهادة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون والمرتبة الثانية هو كل من مات بالشهادة في غير المعركة ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ماذا تعدون الشهداء فيكم قالوا الشهداء فينا من قتل في سبيل الله قال إذن إن شهداء أمتي لقليل ثم ذكر أن الغريق شهيد وأن الحريق شهيد وأن الذي مات في الهدم أو في الطاعون أو في الطعن أو في البطن والمبطون وغير ذلك أنهم من الشهداء وهذا دليل على سعة فضل الله عز وجل في توسيع دائرة الثواب لهؤلاء الشهداء وأعظم من أنه يضحي بنفسه في سبيل الله عز وجل والإيمان به وتوحيده والسير والإيمان برسله عليه الصلاة والسلام وذكر من الشهداء أيضاً الذي يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة ومن يموت على طهارة وكل ذلك يحتاج إلى ثبوت الدليل وصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم والدرجة الثالثة في الشهادة هم المؤمنون المؤمنون شهداء أولئك هم الصديقون والشهداء أو تستأنف والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم إذن الصديقون المبالغون في الصدق والتصديق بالله وبكتبه ورسله والقائمون بالشهادة له بالتوحيد والإيمان به سبحانه وأيضاً ذكر عن مجاهد رحمه الله أن هذه الآية في الشهداء خاصة وكأنه يرجح الاستئناف في قوله والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم نعم وهم الأنبياء الذين يشهدون للأمم وعليهم واختار ذلك الفراء والزجاج وقال مقاتل بن سليمان هم الشهداء في سبيل الله وكذا ذكره ابن جرير وابن كثير والمصنف رحمه الله وقيل هم الأمم الذين يشهدون للأنبياء بتبليغهم للرسالة وهذا أيضاً له وجه والظاهر أن الآية تشمل هذه المعانية كلها فالمؤمنون بالله ورسله هم الصديقون وبمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو الدرجة عند الله تعالى ثم ماذا بعد ذلك ما هو جزاؤهم ما هو أجرهم ما هو المعد لهم عند الله تبارك وتعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء هذه يكفيها أن تكون جزاءاً وشرفاً وامتناناً لهم وعلواً لمنزلتهم ومع ذلك فلهم الأجر لهم أجرهم ولم يكتف بالأجر فقط بل ونورهم لهم أجرهم ونورهم لهم مبتدأ أجرهم خبر ونورهم معطوف على الخبر والجملة خبر ثاني للموصول وهذه الجملة بيان لثمرات ما وصفوا به من نعوت الجلال والجمال والكمال والمعنى أن للذين آمنوا مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا وفي الآية الأخرى يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا والمنافقون يقولون للذين آمنوا انظرون نقتبس من نوركم النور هو إما نور الدنيا بالعمل الصالح وما يضيئه الله للمؤمن من دروب الاختلاف ودروب الباطل ليتبين طريق الحق من ضده أو نور الآخرة الذي يقودهم إلى جنات النعيم ونورهم المعروف بغاية الكمال وعزة المنال لهم أجرهم ونورهم وقد حذف آدات التشبيه تشبيه وين هي؟ أين آدات التشبيه؟ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون أولئك مثل الصديقين والشهداء وأيضا هذا الحذف دلالة على قوة المماثلة وبلوغها حد الاتحاد فالمماثلة بين تمام مال الأول وهم الصديقون والثاني وهم الشهداء وبين مال الأخيرين من الأصل ليحصل التفاوت وبيان علو المنزل أما الذين قالوا إن الذين آمنوا بالله ورسله هم نفس الصديقين والشهداء فالضمائر كلها الثلاثة راجعة إلى الأجر والنور الموعودين لهم الشهداء وأيها الإخوة معطوف على الصديقين أو مستأنف إما معطوف على الصديقين والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء أو أن تقول أن الشهداء مستأنف لهم معنى آخر ويجوز أن يكون الوقف على الصديقون والشهداء مبتدى مستأنف وخبره لهم أجرهم ونورهم والمعنى أن المؤمنين المقرين المصدقين الموحدين بالله ورسله وبما جاء من عند الله هم الصديقون وهم الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله وشهدوا بالتوحيد لله فلهم الأجر الجزيل ولهم النور العظيم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وهم يتفاوتون منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله على حسب إخلاصهم وقوة صدقهم ومراتب إيمانهم وتفاوت أعمالهم وهذا المعنى أيها الإخوة يبين لنا أهمية الإيمان وأهمية الصدق وأهمية التصديق ووجوب الإيمان بالله ووجوب الإيمان بجميع رسل الله والخلاصة أن العاملين في هذه الدنيا أقسام وأنواع ومراتب المؤمنون النبيون قبل ذلك النبيون المؤمنون الصديقون الشهداء الصالحون كما في الآية التاسعة والستين من سورة النساء وحسن أولئك رفيق جعلنا الله وإياكم من رفقائهم بقي الصنف المكذب الصنف الكافر لما ذكر المؤمنين والصديقين وجزاءهم وأجرهم ناسب أن يذكر الكفر المكذبين وعاقبة كفرهم وتكذيبهم والذين كفروا عكس الصديقين وعكس المؤمنين والذين آمنوا هناك هنا كفروا والذين آمنوا بالله ورسل أولئك هم الصديقون وهنا كذبوا فلم يصدقوا فكان المغايرة بين النوعين والمغايرة بين الجزاءين هؤلاء هم الصديقون والشهداء لهم أجرهم ونورهم وهؤلاء والعياذ بالله أولئك أصحاب الجحيم يعني والعياذ بالله النار وبئس القرار والذين كذبوا بالله وكذبوا برسوله وكذبوا بآياتنا أي كذبوا بآيات الله جمعوا بين الكفر وهو الجحود والتكذيب والعياذ بالله بآيات الله وحججه ورسوله والبراهين الدالة على توحيد الله وصدق رسوله ومعجزات الأنبياء ومنها القرآن الكريم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذين كفروا وكذبوا مبتدأ النتيجة الخبر الجزاء أولئك أي الموصفون بهذه الصفات القبيحة من الكفر والتكذيب أولئك أصحاب الجحيم أي أصحاب النار والعياذ بالله خالدين فيها أبدا لا يفارقونها بل يعذبون فيها ولا أجر لهم ولا نور بل لهم العذاب المقيم والظلمة الدائمة وفيه دليل على خلود الكفار في النار وهو مذهب أهل السنة والجماعة الخلود الأبدي أن الخلود في النار مخصوص بالكفار أما غيرهم غير الكفار فهم يدخلون النار على حسب خطاياهم ويطهرون إذا كان معهم التوحيد والإيمان فإنهم لا يخلدون في النار بل الذي يخلد في النار الكافر الكفر المطلق والمكذب التكذيب العام دليل على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار من حيث أن التركيب يشعر الاختصاص والذين كذبوا كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والصحبة تدل على الملازمة أصحاب في التعبير بكلمة أصحاب يعني هذا صاحب الجنة يعني يلازمها يخلد فيها لا يخرج يتنعم فيها وهذا والعياذ بالله يصاحب النار أولئك أصحاب النار أرأيت ما بين الصاحبين وما بين الصديقين كذلك النار كانت مصاحبة لهم والمؤمنون كانت الجنة مصاحبة لهم وأراد بالكفر الكفر بالله فهو في مقابل الإيمان والتكذيب إما أن يكون الكفر أو يكون التكذيب بالرسل أو بآيات الله سبحانه وتعالى الدالة على ألوهيته وأيضا التكذيب بالرسل عليهم الصلاة والسلام فهم هنا كما وصف المؤمنون بوصفين عظيمين وهما الإيمان والتصديق بل والشهادة أيضا وصف الكفار هنا بصفتين خطيرتين بل ثلاث الكفر والتكذيب وأصحاب النار والخلود فيها والعياذ بالله من هدايات الآيات أولا أهمية الإيمان والله لا حياة للإنسان بدون إيمان إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دين ومن جعل ومن جعل ومن رضي الحياة بغير دين وإيمان قد جعل الحياة الفناء لها قريب بل والعياذ بالله الفناء أشد من أن يوجد الإنسان في الحياة وهو غير مؤمن وهذه الدلائل والآيات الشرعية والكونية فماذا يمنع الناس من الإيمان يجب علينا أن نهتم بمنزلة الإيمان وأن نقويه في قلوبنا بالإقبال على الله وذكره وتلاوة كتابه وتوحيده ولزوم سنته ومنهج السلف الصالح وأهل الحديث رحمهم الله ورضي عنهم أيضا من هداية الآيات الإيمان بالرسل أنه لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالرسل وبجميع الرسل أيضا والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون منزلة الصدق والتصديق والصديقين وأن المؤمن يبلغ بإيمانه درجة الصديقين وهي منزلة أعلى من منزلة الإيمان والصديق رضي الله عنه أنموذج في هذا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين طيب أولئك هم الصدقون أهمية الصدق وبيان مكانه ومنزلته والأجر والأثر المترتب عليه أهمية الشهادة في سبيل الله سواء كانت في المعركة في غزو الكفار بشروط الجهاد المعروفة ومنها قتال الكفار والإخلاص لله ووضوح الراية وأن تكون تحت بيعة إمام معتبر وليس ما يعرف اليوم بأنواع من الجهاد وهي ليست كذلك لم تحقق شروط الجهاد فليتنبه المسلم لمثل هذه الأمور ما يعرف بالجهاد الوهمي أو الجهاد غير الحقيقي بزعم من أناس لم يجاهدوا حتى أنفسهم على إقامة الدين والحرص على الإيمان والعقيدة والصلاة والتوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى وأيضا القيام بالأعمال الصالحة أهمية الشهادة توسعة دلالات الشهادة في سبيل الله فهي للمؤمن أيضا شهد الله أنه لا إله إلاه والملائكة وأولو العلم والمؤمنون هم أيضا شهداء أولئك هم الصديقون والشهداء والأنبياء هم شهداء يشهدون على أممهم والناس يشهدون على تبليغ رسولهم لرسالة ربهم وكذلك المبطون والمطعون والذي يصاب بأنواع الأمراض التي جاء ذكرها وأنها نوع من الشهادة في سبيل الله وهذا من فضل الله عز وجل أن وسع دلالات الشهادة لتوسيع أجر من تشملهم هذه المنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى لهم أجرهم بيان عظم أجر الإيمان وأنه يدخل صاحبه الجنة وأيضا بيان مضاعفة الأجر وأنه مع الأجر يتحقق لهم النور لهم أجرهم ونورهم وهو نور الإيمان في الدنيا أو نور العمل الصالح في الآخرة الذي يدلهم على الجنة والنور العظيم نور وجه الله الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة نعم والذين كفروا أيضا خطورة الكفر والتكذيب ولا سيما إذا اجتمع الكفر بالله والتكذيب برسل الله وآياته أيضا ما أعد الله للكفار من النار وبئس القرار بيان منهج آل السنة في مكانة الكفار وبيان خلودهم في النار هل هو أبدي أو مؤقت الصحيح أن الكفار الذين لم يؤمنوا يعني كفرا مطلقا أنهم والعياذ بالله خالدين فيها أبدا وهنا أصحاب الجحيم بيّن أنها مصاحبة لهم لا تنفك عنهم بوجه من الوجوه عافانا الله وإياكم وكذلك خلود أهل الجنة أبدي أما الإنسان الذي معه الإيمان لكنه قصر وراء ارتكب بعض الذنوب ولم يتوب إلى الله أو قصر في الواجبات ولم يتوب إلى الله مات وهو مصر على هذه الكبائر وهذه الذنوب فهو إلى الله أمره إلى الله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم هؤلاء تحت المشيعة إن شاء الله غفر لهم وإن شاء طهرهم بأن يدخلوا النار ثم يخرجوا منها إلى الخلود في جنات النعيم نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بدخول الجنات ووالدين والحاضرين والمستمعين والمشاهدين والمسلمين أجمعين بمنه وكرمه الحديث السابع ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة حسن تذكر الحافظ المقدسي رحمه الله هذا الحديث السابع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في كتاب المواقيت في كتاب الصلاة من باب المواقيت إذن لا زال الحديث عن المواقيت في الصلوات وهنا الحديث عن وقت العشاء وقت العشاء متى يكون وقت العشاء وما آخر وقت العشاء وما مفردات هذا الحديث وما معناه وشرحه وما الفوائد منه والأحكام وأيضا إلى متى تؤخر صلاة العشاء وما الأفضل في صلاة العشاء ونحو ذلك من الفوائد والأحكام التي سنعرفها من خلال هذا الحديث بإيجاز الحديث في الصحيحي أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح كتاب مواقيت الصلاة باب النوم قبل العشاء لمن غلب لمن غلب عليه النوم وأخرجه الإمام المسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب وقت العشاء وتأخيرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا كأنه قصة كأنه قصة أعتم النبي كانوا جاءين لصلاة العشاء فحصلت العتمة وهي الظلمة الشديدة يعني سرى الليل يكاد ينتصف الليل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من بيته عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه هو الملهم الذي جاء القرآن وجاء الشرع كثيراً موافقاً لرأيه رأى الحال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج عمر رضي الله عنه وقال الصلاة يا رسول الله ذهب ينبه النبي عليه الصلاة والسلام وقال وقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر من الوضو توضى على كلام عمر أو على صوت عمر بادر بالوضو فخرج من مسرعاً للصلاة وعجلت إليك ربي لترضى لما أن قال عمر إن الناس رقدوا يا رسول الله خرج ورأسه يقطر من الماء يقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة بهذه الساعة لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة يعني بالعتمة في منتصف الليل وهذا دليل على أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير إلى نصف الليل قوله أعتم من العتامة وهي الظلمة شدة الظلمة يقال أعتم الرجل إذا دخل في العتامة أو أعتم اليوم أو أصبح وأمسى مثل أصبح يعني دخل في الصباح أمسى دخل في المساء أعتم دخل في العتامة وهي شدة الظلمة والمراد أنه أخر صلاة العشاء بعد ذهاب الشفق فصلاها في ظلمة الليل ما حكم تسمية العشاء بالعتامة نحن ذكرنا فيما سبق في حديث جابر رضي الله عنه أن من أسماء العشاء العتامة التي يسمونها العتامة للعلماء للعلماء في ذلك قولان القول الأول وهو قول جمهور جواز تسمية العشاء بالعتامة وهو قول أكثر الفقهاء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح وَلَوْ يَعْلَمُونَ بالإبل وبالغنم في الرعي فلا يناسب أن تكون الصلاة مثل الإبل ومثل الغنم وقد جاء أيضا التي تسمونها العتامة لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتهم قال فإنما هي العشاء وهم يقولون العتامة لإعتائهم بالإبل والله عز وجل قال في القرآن من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء هذا دليل على أن تسمية العشاء أولى وأفضل ولكن لو سميت بذلك أحيانا فلا بأس لورد ذلك في السنة ولو يعلمون ما في العتامة والصبح لأتوهما ولو حبوا لكن إذا كان أسلوب القرآن وأسلوب السنة اتفق على أسلوب واحد كالعشاء والسنة جاءت بوقت واحد أو بتسمية واحدة فما توارد عليه القرآن أفضل مما اكتفت به السنة ما توارد عليه القرآن والسنة قال عمر رضي الله عنه خرج عمر وعمر دائما كما قلنا وهذه من خصائص ومزاياه ومناقبه وأفضلية عمر رضي الله عنه وجرأته في الدين وأيضا خوفه على الرسول صلى الله عليه وسلم ربما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام تأخرا ليس معتادا فخرج عمر وقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان منهم اللي رقدوا هل هم اللي رقدوا اللي جوا للمسجد ورقدوا من طول الانتظار انتظار الإقامة أو الذين رقدوا الذين في بيوتهم من النساء والصبيان يحتمل هذا العموم ويحتمل ذاك يحتمل ان يكون رقد النساء والصبيان الى الذين حضروا في المسجد ينتظرون الإقامة ويحضر الرجال وتحضر النساء ويحضر الصبيان في المساجد وهذا البطل الصغير الصبي اللي حضرنا الدرس كفوا وأنعم به وبأبيه درس تربوي عظيم هكذا كان الصبيان يستحبون لينهل من معين العلم وأيضا يحرصوا على الارتباط بالمساجد ونعمة تربية فإذا رقد النساء بسنتبه للا يرقد رقد النساء والصبيان لأنهم سهروا وهم في المسجد وأبطأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حضروا لصلاة الجماعة فتأخرت الإقامة ويحتمل أن يكون راجعا إلى الذين ينتظرون الصلاة وهم في بيوتهم من النساء والصبيان ويكون ذلك إشفاقا عليهم من طول الانتظاء يريدون أن يصلوا فيناموا قال لما قال ذلك عمر وهذا يعني علة عظيم أنه رقد النساء يرقد عن الصلاة يرقد الناس عن الصلاة ليس بالأمر الهيين فليصلوا وليرقدوا ولهذا خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تأخر ليلفت النظر إلى أن الأفضل في العشاء التأخير يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرها ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شغله أو شغله مع نسائه أو أنه أخذ غفوة النام إلى أن يجتمع المصلون في صلاة العشاء فيخرج ويتوضأ ويصلي بهم كل هذه الاحتمالات واردة فخرج ورأسه يقطر ورأسه يقطر حال جملة حالية من ضمير خرج أي يقطر منه الماء ينزل قطرة قطرة من أثر الوضوء وإسناد القطر إلى الرأس هل الرأس اللي يقطر لا هو الذي يقطر الماء الذي على الرأس لكن هذا من أساليب المجاز قال تعالى واسأل القرية سال الوادي الوادي مهم به اللساء اللساء الماء اللي في الوادي فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج والماء من فوق رأسه يقطر وهذا دليل على وجود المجاز في اللغة العربية وهل يوجد في القرآن أو وفي السنة أو لا يوجد قولان لآل العلم الجمهور على وجوده ويرى المحققون ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة بن القيم أنه لا مجاز في القرآن لماذا؟ لأن المجاز يجوز نفيه وإذا جاز نفيه لا يجوز أن ينسب النفي إلى القرآن فلا تنفي آية أو تنفي حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة المجاز نعم المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب كثير من الليل ورقد النساء والصبيان وبعض الناس لأنهم من النهار من النهار متعبون ويقومون ويكدحون وهم ينامون مباشرة من العشاء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر من الوضو وقال وقال لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالصلاة أو بتأخير الصلاة إلى هذه الساعة يعني صلاة العشاء في الانتظام عرفنا أول وقت العشاء وهو غياب الشفق الأحمر بعد صلاة المغرب الشفق الأحمر يلوح في السماء يمكن إلى نصف أو إلى نصف ثلث المغرب نصف المغرب خلينا نقول فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء والآن محدد بالتقويم ساعة 12 غروبي يؤذن المغرب وساعة وحده نص يذن العشاء تقديرا لكن الكلام ليس في هذا الكلام في تأخيرها وهو الذي يدل عليه حديث الباب هل السنة تأخيرها وإلى أي وقت نؤخرها اختلف الفقهاء في تأخير في وقت التأخير للعشاء إلى ثلاثة أقوال القول الأول أنه يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل آخره ثلث الليل قسم الليل ثلاثة أثلاث متى يذن العشاء أو متى يذن المغرب ومتى يذن الفجر وقسمه ثلاثة أثلاث الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير هذه عملية حسابية كل يستطيع أن يقوم بها على اختلاف الفصول والأزمان وطول الليل وقصر الليل وطول النهار وقصر النهار ما دليل القائلين بأن آخر وقت العشاء ثلث الليل استدلوا بحديث إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في اليوم الثاني ثلث الليل القول الثاني أن آخره نصف الليل واستدلوا وعليه أكثر العلماء واستدلوا بما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال فيه ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط وحديث البخاري حديث أنس أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى فدل على أن آخرها نصف الليل ولا يجوز تأخيرها إلى أكثر من نصف في الليل يعني إلى أكثر من اثناعش اثناعش في الليل وهناك قول ثالث في التفريق بين وقت للضطرار ووقت لاختيار السنة دائما في الصلوات أن تكون يختار فيها التعجيل لأن الإنسان لا يدري لكن صلاة العشاء خاصة الأفضل تأخيرها إلى نصف الليل هذا إذا لم يكن في جماعة لكن حنا ما يمكن نصلي في الحرم الساعة اثناعش بالليل فإذا هذه مؤقتة توقيتا دلت عليه المصلحة وما يراه ولي الأمر والجهات التي تشرف على هذه الأمور فرأت وأحوال الناس اليوم قد تكون تغيرت من الأعمال وأيضا الليل والنهار فالأمر في ذلك مقنن موضح منظم على حسب الجهات المعتمدة والمعروفة لكن من صلى وحده أو من كان مسافرا أو من كان مريضا أو من كان معذورا أو المرأة في بيتها فإن لها أن تؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل وهناك قول ثالث إلى ثلثي الليل ولهم دليل عقلي لأنه لم يرد نصا صحيح صريح على أنه لا يجوز تأخرها عن نصف الليل صح النبي وآخرها إلى نصف الليل ثم صلىها لكن لم يقل شيئا فيما بعد منتصف الليل لم ينكر على من يصلوها في الثلث بعد الأوسط ويرى هذا بعض المحققين أنه ليس هناك حتى أن بعضهم يرى أن وقتها وقت طلوع الفجر وعلى كل حال الذي عليه جمهور وأهل العلم أنه لا تؤخر صلاة العشاء إلى أكثر من منتصف الليل إلا للاضطرار والعلم عند الله تعالى طيب ما هو الأفضل في الوقت الأفضل شف مع أننا قلنا كما قلنا التفضيل العام التقديم والتعجيل المطلق لأن الإنسان لا يدري تأخرها إلى نصف الليل يأتيك الأجل قبل منتصف الليل فلا تبرأ ذمتك تأخيرها أفضل بكل حال وهو قول الجمهور هذا العشاء تأخير العشاء خاصة أفضل بكل حال ويرى أيضا الحنفية في صلاة المغرب مثلا التعجيل وفي صلاة العصر التأخير وهذه أيضا مذاهب كلها محل الاعتبار ونتأدب مع العلماء أبي حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأحمد بن حم رحمهم الله فكلهم مجتهدون وكلهم لهم أدلة وكلهم قد حرسوا على الدليل من الكتاب والسنة وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتشف رشفا من البحر أو غرفا من الديامي حديث ابن عباس الذي معنا يدل على أن الأفضل تأخيرها فإذا أمكن تأخيره بأن صلى الإنسان وحده أو كانوا رايحين في سفر أو في نزهة أو سافرين أو طالعين سوى مثلا في استراحة وليس قربهم مسجد فيريدون أن يصلوا العشاء فنقول الأفضل أن تؤخروها نعم لحديث ابن عباس اللي معنا وحديث أبي برزة وكان يستحب أن يؤخر العشاء وحديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء وهناك قول الفرق بين من حضر الجماعة فالسنة التقديم ومن لم يحضر الجماعة فإنه يؤخر الصلاة وهو قول المالكية والمحققين من أهل العلم أخذا بظاهر حديث جابر رضي الله عنه والذي يترجح أن تأخير العشاء هو الأفضل لكن لا يشق على الناس ولا يشق على المريض يعني يجمع بين سنية التأخير لصلاة العشاء مع عدم المشقة على الناس أما إذا وجدت المشقة فيمنع استحباب التأخير ولا عذر اليوم في التأخير اللي بيتهرب عن صلاة الجماعة يقول لا والله أنا بأخرها يجلس التقهوة والناس يأذنون ويصلون ويقول لا أنا والله أرى سنية تأخير العشاء مع الجماعة لازم تصلي في الوقت وهذا أفضل فليتنبه لمثل هذا ومداخل الشيطان على بعض الناس قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي هذا دليل على فقه الإمام لا يشق على الناس إذا رأى الإمام الناس مجتمعين يقيم الصلاة وأيضا فليخفف لا يطيل في ركوعه ولا سجوده ولا في تلاوته أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفف فإن منهم الصغير والضعيف والمريض والكبير وذا الحاجة أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فقه الإمام ولهذا الذي يطيل صلاته ويشق على الناس فهذا دليل على قلة فقهه في شأن الصلاة أما إذا صلى وحده فليطول ما شاء أما يصلي بالمأمومين فإنه يخفف وليس معنى التخفيف يا جماعة السرعة المخلة لا ليس التخفيف لابد من الطمأنينة طمأنينة ركن من أركان الصلاة لكن بالقدر المعقول يسبح ثلاث تسبيحات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أما أنت إمام تبي تسبح مئة تسبيحة أسبحها في بيتك هذه لا تشق على الناس إذن هذه قاعدة عظيمة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لولا أن أشق على الناس دائما الرسول يراعي حال الناس وهو الرؤوف الرحيم بهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم طيب لماذا السنة تأخير العشاء طيب ما حنا بنعرف إن الإنسان لازم يبكر بالنوم لست بأخل العشاء إلى 12 متى أنامج يريد هذا الأمر لماذا السنة تأخير العشاء قال أهل العلم ليكون آخر يومه وليله الصلاة ثم يناه يختم يومه وليله بالصلاة ثم يناه وهذا تعليل وجيه لا أخرت صلاة العشاء والوجه الثاني أن تأخيرها إلى ثلث الليل وثلث الليل الأوسط وثلث الليل الآخر قد يكون موافقا للنزول الإلهي كما يليق بجلال الله وعظمته ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيدركه العبد وهو يصلي فيقول ألا سائل فيعطيه سؤل ألا داع فأستجيب له ألا من مستشف فأشفيه ألا من مذنب فأستغفر له فإذا أخر صلاة العشاء إلى هذا الوقت أدرك هذه الفضيلة التي لا يدركها في أول الليل ولهذا شرعت صلاة الليل شرعت صلاة التهجد وصلاة آخر الليل والوتر في آخر الليل أفضل أنه إذا أخرها ختم عمله ختم عمله بالصلاة لكن كما قلنا إلى نصف الليل فيه فائدة في تنشيف الأعضاء الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسلمين يقطر رأسه مماء الوضو طيب اليوم الناس ساعة ما يتوضى يأخذ المناديل وتنشف ولا يأخذ المنشفة ويتنشف مسألة فقهية ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء والغسل اختلف آل العلم في هذه المسألة الأفضل أن لا ينشف لماذا لا ينشف لأن أجره ومضاعفة حسناته وتكفير سيئاته مستمرة حتى آخر قطر الماء حتى تخرج ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فليؤخر حتى استاهلك كثير من الذنوب فتغفر له هذا حديث عظيم يغفل عن كثير من الناس سنة لا تنشف خل ما دام يقطر في الوضوء فإن الذنوب فإن الذنوب تتساقط كما يتساقط هذا الماء فضلا من الله سبحانه وتعالى حتى تخرج ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء التنشيف هو يعني تيبيس الوجه والرأس واليدين وإزالة الماء عنها بالمنديل أو بالمنشفة كانت ورقية أو كانت قماشية أو ما إلى ذلك بعد الانتهاء من الوضوء أما أما في الغسل فلا بأس لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم في تنشيف الأعضاء إلا في الوضوء الذي دلت عليه الأحاديث أما خروج الذنوب والخطايا من الغسل فهذا أمر مباح في الغسل إن الشف له ذلك وإن لم يترك ابتغاء الأجر بعد فهو على خير وأجر والأمور بمقاصدها ومن العلماء من قال بكراهة التنشيف ما دليلكم هذا الحديث أو مع آخر قطر الماء وما رواه مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم أتيته بالمنديل فرده ثم أتيته بالمنديل فرده وترك الفعل ليس بالضرورة أنه يدل على الكراهة قد يترك المباح قد يترك المفضول وأيضاً وأيضاً مع وجود الفاضل وقد تترك السنة أحياناً لأجل أن لا يرتكب محرم أو يفوت واجب وهكذا وهذا من الفقه الدقيق الذي ينبغي أن يتنبه له الإنسان فإذن التنشيف لا بأس فيه طيب واحد فيه انفلونزا مريض مريضاً في البرد بعد أن يقول لا تعرض للبرد ولا تنشف لا تنشف والحمد لله والدين يسر وأنت إذا علم الله نيتك كتب لك ما كنت تعمل صحيحاً مقيما فوائد الحديث أن الأفضل تأخير صلاة العشاء كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته لولا أن أشق على أمتي النبي صلى الله عليه وسلم جمع هديه أفضل الهدي ففي صلاة العشاء جمع بين الأفضل وهو التأخير والأرفق بالناس إذا كان التأخير لا يشق عليهم أما إذا كان التأخير يشق عليهم فلا أن الأفضل في العشاء التأخير ويمنع من ذلك إذا وجدت المشقة وإذا تساوى عند الناس التقديم والتأخير فالأفضل التأخير أن الأفضل لمن كان يصلي وحده فالأفضل له أن يؤخر إلى ثلث الليل إلا إذا خاف أن ينام عن الصلاة أن الأفضل للمرأة التأخير في بيتها لأنها لا تطالب بصلاة الجماعة لكن لو صلت الجماعة فالحرم مثلا فإنها تصلي مع المسلمين في الحديث دليل على قاعدة فقهية فما هي يلا جماعة أو شرعية أن المشقة تجلب التيسير قاعدة اليسر في الشريعة قاعدة عدم الإعنات والمشقة قاعدة أن الرسول بعث رحمة الذين يأخذون الإسلام بالعنف والسيف والدم والقتل والتفجير والتكفير والتدمير مخطئون في فهم مقاصد الشريعة وأنها جاءت باليسر بالناس والرحمة بهم مؤمنهم وكافرهم أيضا حتى تقوم الحجة على الكافر إذن المشقة تجلب التيسير طبق هذه القاعدة على حديث ابن عباس أيها ماجد كم كيف عرفنا أن المشقة تجلب التيسير لولا أن أشق على أمتي فدل على أنه لما وجدت المشقة يسر عليهم فأقام الصلاة ليصلوا فينام وحيث لو لم توجد المشقة لرأى ما لا يشق على الناس أما إذا وجدت المشقة وهذا من فقه الإمام فلا يجوز التأخير أنه قد يكون فعل المفضول أولى من الفعل الفاضل من أين أخذناها من أين أخذنا أن فعل المفضول أولى من الفاضل في التأخير وفي العذر وفي أيضا درجات اختلاف الناس في من يعذر ومن لا يعذر وهذا من الفقه أن الإنسان يحرص دائما على أنه لا يشق على نفسه ولا يشق على الآخرين بل يتنازل أحيانا عن السنن ليكسب قلوب المسلمين أنا مثلا مسلم أرى أن صلاة التراويح 11 ركعة ويرى غيري مثلا ممن هو على مذهب أبي حنيفة أو غيره أنها عشرين ركعة أصلي عشرين ركعة والحمد لله هذا يرى التأمين وهذا لا يرى التأمين هذا يرى القفض على الصدر أو على أسفل الصدر وهذا يرى دون ذلك الأمر فيه سعة لا نشق لقد نتنازل عن الفاضل مع أن العمل المفضول أو لا من الفاضل نتنازل عن العمل الذي هو أفضل من أجل تأليف القلوب ومن أجل الجماعة ومن أجل الأخوة ومن أجل نبذ التفرق والاختلاف وهذا ينبغي أن يعيه العلماء والفقه والمفتون والدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر جواز شهود النساء والصبيان الجماعة جواز شهود النساء والصبيان الجماعة على أنهم كانوا حاضرين في المسجد فضل عمر رضي الله عنه وصراحته مع النبي صلى الله عليه وسلم لإدلائه له بالقول وثقته وأن هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن منزلة ومكانة عمر ولهذا النبي أقره ولم يقل له شيئا فيه دليل على أن تنبيه الأكابر سائغ إذا سهل الإمام إذا تأخر الوالي إذا أن القاضي إذا أن المفتي إذا أن العالم حصل له شيء ينبه ومنه تنبيه الإمام في الصلاة مثلا وغيرها وهذا عمر نبه النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن ينبه الوالي أو الكبير أو الأب أو الأستاذ أو العالم أو الشيخ إذا غفل عن شيء وهذه أمور الحياة يحصل فيها كثير من النسيان أو السهو أو لتحقيق فائدة ومن الفوائد إباحة النوم قبل العشاء البخاري بواب هذا الحديث في أنه يجوز النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم لا سيما إذا كان بأخر الصلاة ولن تفوت عليه فإنه يؤخرها فلا بأس بالنوم لا سيما عند الحاجة لمن غلب عليه النوم في الحديث دليل على أن التنشيف مباح وأنه في الوضوء الأفضل عدمه وفي الغسل جوازه وإباحته لكن لو نشف في الوضوء فلا بأس إن شاء الله أو نشف لحاجة من برد أو مرض فلا بأس في ذلك إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يعلمنا ما ينفعنا اللهم رزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم احفظ علينا عقيدتنا وتوحيدنا وإيماننا وتصديقنا اللهم اجعلنا من الشهداء في سبيلك اللهم اجعلنا ما ممن يقوم بتبليغ دينك وبالدعوة إليك على هدى وبصيرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشمل الحاضرين والمستمعين بجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتطبيق شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم احق دماء المسلمين واجمع كلمتهم ووحي صفوفهم واحفظ مقدسات المسلمين من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق جنودنا ورجال أمننا اللهم اشمل بالخير والتوفيق جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وخص والدينا ومن له حق علينا بالفوز والكرم والرحمة والمغفرة والرضوان يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما نختم بحمد الله وشكره كما ختمنا وبدأنا بحمده وشكره لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ثم لولاة أمرنا وللقائمين والحريصين والمرتبين والمتابعين والحاضرين لهذه الدروس جعل الله ذلك الأجر في موازين الجميع إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته